اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على اهل و اصحابه اجمعين ازايكو حبيب قلب و اخبركو عاملين ايه يا رب اقول لكم اكونوا بخير النهاردة بازن الله اي ده التصوير بالليل يا مشاهدة اه بصور لكم النهاردة الفيديو بتاعي بالليل عاوز اقول لكم طبعا كتير تكلمني على القناة انت بتدي وجبة ولا وجبتين ازا ما حضراتكم شايفين انا بدي وجبتين اول وجبة كانت الصبح وكان فاضل منها عندهم كتير يعني كان فاضل منها وكان فايض شوية فاسبتال غيرت لما خلصوا قاعدتهم ساعتين بدون اكلوا بعد كده بدأت ان انا حط لهم الوجبة التانية اعاوز اقول لكم ان الوجبة دي كانت الساعة 12 بالليل خلاص فحبيت ان انا صورها معاكم ونعملها مع بعض كده علشان كتير جدا دخلوا قالولي نحط ايه على ايه ونعمل ايه على ايه فتعالوا مع بعض نشوف احنا هنحط ايه على الوجبة بتاعتنا النهاردة وازاي ان احنا هنعمل لهم الوصفة بتاعة اهل الخير ديك وهيسة جدا 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 مفيرة جدا للبط وكتير اعتمادها وعملها وبسم الله ما شاء الله بس طبعا عاوز اقول لك لو انت اقول مرة تشوفي قناتي يا ريت انزيد اشترك فيها وتفعالي الجرس عليك كله وعايز لايقات كتير جدا بالله عليك وانا زعلانة منك والله العظيم بجد بنزل لكم دورة البط زي ما طلبتو بس انتو مبتدونيش حقي في اللايقات ادنوا لايقات كتير جدا علشان نستمر معاكم ونزل لكم كل حاجة انتو بتطلبوها مني تمام انا مش بقصر معاكم وبنزل لكم كل حاجة زي ما حضراتكم شايفين انا معايا هنا عودين من النعناة خلاص مخصولين ومعايا كمان لامونتين كده عاوز اقول لكم الوصفة دي جميلة جدا اخدناهم حطناهم في الخلاط زي ما انتو شايفين عصرناهم كويس جدا 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 عاوز اقول لكم اني دوت من الحاجات فواتح الشهية اللي انت ممكن تعمليها للبط للفراخ كويسة جدا جدا هنصف فيها في مصفة زي ما انتو شايفين هناخد كل العصارة هنحطها على رتل من الميا وهناخد التفلي ده كله النعناع المطحون باللمون المطحون هنحطه على الاكل اللي احنا هنقدمه للبط دلوقتي خلاص طبعا الخلطة دي جميلة جدا بالذات لو فيه حر اول حاجة انها بتبع ان هي اصلا بتمنع الاحتباس الحراري للطيور يعني لو فيها عنده احتباس حراري تتلاقي عين البطاية قاعدة فتحة بقاها كده وعملا تفتح وتقفل بقاها كده وعندها حر وسخنة وماش قادرة تعمل الوصفة دي للطيور بتاعتك فعز الحر جدا جميلة جدا جدا ومغزية لهم وكمان فتحة للشاهية خلاص معانا هنا رغيفين عيش زي ما انتم شايفين اهوت طبعا كل حاجة بعملها لكم عامل اهوت علشان ما بقاش مؤسرة مع حضراتكم في اي حاجة معايا لقم التروز فايدة ومعايا كمان العسارة او التفلي بتاع اللمون والنعناع خلاص هنحط كل الحاجات دي كده على بعضها زي ما انتم شايفين وعليها نسبة مية شايفين نسبة المية عاملة ازاي مش بخليها بقى ان هي كلها مية لأ حاجة بسيطة كده بحيس برض ان هي تبقى كويسة لهم خلاص هنحط معها ايه كمان هنحط معها شوية عليقة طبعا عليقة اللي هي اللي هو العلف التلاتة وعشرين في المية خلاص طبعا هنحط حبة شايفين الكيمياء اللي انا حطيتها حبة ادي والله العظيم بحط اكتر من كده عشان بس انا عاوز اقول لكم ان اصلا احنا كنا ماشيين في تربية البط ده وقت غلط والله العظيم بجد انتم عارفين لو احنا مشينا بالطرق القديمة وبالحاجة بتاعت زمان اكسم بالله هنرب احسن احسن تربية البط هتطلع من عندنا شايفين هذه الخلطة اه طبعا عاوز اقول لكم ان العلف لما بيبلي بيبوش مفيش اي مشكلة هو كده كده اصلا الفايدة بتاعتها هتدخل في الجسمون وهيكلوه مفيش اي حاجة اهم حاجة بس النتيجة جماعة في الاخر البط معنا هيبقى عامل ازاي خلاص زي ما انتم شايفين هنا طبعا العصار اهيت اللي انا صفتها دوت النعناع باللمون حطيتها على رتل من المية وهندخل بقى نأكل البط بتاعنا وهنشوف البط بتاعنا الاجبال بتاعه اصلا عليها عامل ا ازاي عاوز اقول لكم والله العظيم انا في حياتي ما عملت الخلطة دي يعني اللي هو ان انا حطيت عجب ومية كده حبت رز على حبت علف او شوية فول ماتشوشين او شوية فول نعمين امر في حياتي ما عملت انا اول مرة اجربها بس اتلاقيت البط يعني سبحان الله كايني فعلا ديات الاكلات اللي هو بيأكلها والحاجة طبعا البط بتاعفين البط بيحب ان هو يأكل ويقعد كده يلغوص في قلب المية هتدي طبيعة البط حطي له كده هتلاقي باسم الله مشو الله كبر معاك وفحل وهتلاقي كمان شال اوزان وعلى فكرة جات لي تعليقات برضو ان في ناس قالولي ان كانوا اهليهم بيعملوا كده فو الطيور وفو البط بالذات وبسم الله ما شاء الله كان بيشيل اعلى وزد بس ازاي احنا ما كناش بنمشي زيهم كده وزاي احنا ما بنعملش زيهم بصوا دي خلطات التوفير من الاخر هتعمل حاجات بسيطة جدا هتربي البط بيها عاوز اقول لكم اكسم بالله انا ما شفت الخلطة دهيت وشفت اللي يعني ما شفت يعني الحاجة اللي كانت عاملها والله العظيم يعني انا بس انا بقول لها طيب دوت يعني البط هيكله قالت لا او هيكله ايتلي بس ما تزوديش ما تحطش قدامه حلة مليانة حطيله على قد المقدر اللي هو هيكله اتلاقي البط معاك بسم الله ما شاء الله هيكل ايتلي بس لازم تحطيله نسبة من الفول اللي ما تشوش على الاكل لو ناعم يكون احسن لو خشم برضو فيش مشكلة هو كده كده اصلا هيكله ان الاكل على المياه فهو هيبقى سهل البلع يعني سهل ان هو هيبلع منه هيكل منه تمام او تحط عليها نسبة علف بس تكون نسبة بسيطة متحطش كتيرين طبعا انت حط عيش وحط 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 رز وحط نسبة علف او نسبة فول يعني انت كده اصلا عطيال وجبة متكملة من كل حاجة مش محتاج ان هو هيكل اي حاجة تانية مش محتاج برضو في نفس الوقت ان انت تعملوه الخلاطات بقى دورة ومش عارفة تحطي ايه وتحطي ايه وتحطي ايه والحاجات الكتيرة جدا الغالية اللي احنا اللي احنا مصعبينها على نفسنا لأ زي ما انتو شايفين والله العظيم كانوا اكلهم وشبعهم عاوز اقول لكم ان انا الصبح لما جيت احطي لهم الاكل والله العظيم ما كانوا عاوزين يأكله كانوا خلاص هم اصلا شبعانين يعني هما شبعانين انا عاوز اقول لكم ان انا حط لهم اكل الساعة اثنين الضهر محطتش الصبح خالص ليل انتبط معي شبعان الحصل بتاعته مليانة وواكل وشبعان ومفيش اي حاجة حتى المياه اللي انا حطها له ديت والله العظيم اتلاقيت نفس السقاية عنده مليانة مياه فهو بالتالي كده خلاص يعني لو لاحظته في لما هو بيجي اكل علف هتلاقوه سحب المياه كلها العلف كل ممسوح من قدامه اه طبعا اكل كتير جدا وكمان جات لي سؤال ان في حد يعني من متابعين عنده على القناة اه كان اه البط عنده عمر 18 يوم بيأكل علف صافي وبعد كده لما ايجي يعمل الخلاطات دي البط مرداش ياكل هو فعلا بيحصل كده انا حصلت معايا في اول تربية ان انا ربيتها كان حصل معايا نفس الموضوع بس كانوا عامايا كانوا عمر خمسين يوم لما جيت ان انا احطوا لهم من اكل بتاع البيت والبوائي والعيش رفضوا تماما ان هما ياكلوا بوائي ورفضوا ان هما ياكلوا اكل من بتاع البيت خالص واضطريت ان انا كمل بقية دورتهم على العلف ففعلا اكلوا لبقية الدورة بتاعتهم اربع شهور اكلوا علف صافي من غير اي حاجة من غير اي حاجة معرفتش ان انا دخل لهم فدي بتبقى المشكلة طول ما انت بتدخلي للبط البواية اكل بيت زي العيش زي الرز بطاطس مسلوقة اي حاجة اشرب بطاطس طبعا الحاجة الوحيدة اللي احنا مدخلنهاش ولسه محطنهاش ومخلناش البط ياكل منها اللي هي الخضرة لغاية دلوقتي يعني لغاية دلوقتي لسه مدخلت لهمشو خضرة خالص ولا اي اسمك مسلوقة ولا اي حاجة من دي لسه لما يكملوا ان شاء الله معايا الشهرين او الشهر ونص هبدأ بقى كده ان انا احطت لهم السمك المسلوق ممكن على الاكل على شوية دي شيشة على شوية عجيارة الحاجات دي بتفرق في البط جدا وماشاء الله يعني زي ما حضراتكو شايفين هنا عمر البط معايا 21 يوم ماشاء الله كأنك بتأكله على فصافي يعني سبحان الله طيب ما احنا عندنا الطرق اهيت فيه طرق كتيرة جدا لبديل الاعلاف تقدر ان انت يعني بديل الاعلاف حاجات كتيرة جدا بس طبعا يعني الله المستعان ناس كتيرة بتقتنع au البدائل وفي ناس كتيرة ما بتقتنعش يقلب الاعلاف يا سبحان الله. كل واحد يعني ربنا آآ بيدره سبب. يعني انا عن نفسي انا بحب ان انا اوفر في الحاجة بتاعت الاعلاف دي. حتى ما كانت رخيصة يعني مش ده هو مسلا مهوش بخلو على حاجة. بس ليه ان انت تربي الحاجة بتكلفة عالية جدا. ليه? طب ما انت في ايدك ان انت تربيها بتكلفة بسيطة. وبدون تعب وبدون مشاكل وبدون اي حاجة. وبدون كمان ما انت تكلفي نفسك فوق المستطاع. صح ولا غلط? فطبعا احنا بنحاول بقدر الامكان احنا نطلع اي بدايل. تكون سهلة تكون بسيطة. في نفس الوقت البط ياكل منه ويكبر. يشيل معانا اوزان. انا عاوز اقول لكم الخلطة ريه بفرق جدا جدا جدا. والله العظيم بجد. البط اكل وشبه. وفي نفس الوقت زي ما حضراتكم شايفين. يعني ما شو الله اللهم بارك. كفاية بس كده ان البط بيكون معي شبعان. بيشيل معي وزن. وبيتقل معي والتحويل بتاعه مستمر دايما. بس هو ده الفيديو بتاع النهاردة. ان شاء الله انا عاوز اقول لكم ان فيه فيديو. بتاع الفطار بتاع الصبحية. انا هنزله لكم على القناة التانية ان شاء الله. القناة مشاهد وطيرها اتنين. فانا هنزله لكم الفيديو التاني على القناة التانية بازن الله الساعة عشرة في المعاب بتاعنا. بتنسوش الاشتراك وتفعيل الجراز وتعملوا لايكات كتيرة للفيديو هنا وهنا. يعني بالله عليكم القناتين. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة